كن حريصا أن تستودع الله الذي لا تضيع ودائعه كل شيء تريد حفظه فإن الله إذا استودع شيئا حفظه وهذه أدعية الاستوداع فاحفظ المقطع لتحفظها وشاركها فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدا إلا أنت اللهم إني استودعتك نفسي وجسدي وروحي ومالي وأهلي وأولادي وما أملك وما يملكون فاحفظهم برعايتك اللهم إني استودعتك لساني فاجعله رطبا بذكرك في كل آن وحين وألجمه من أن يخوض فيما لا يرضيك اللهم إني استودعتك صدري فاجعله منشرحا بذكرك في كل آن وحين وانزع عنه وساوس الشياطين اللهم إني استودعتك بصيرتي فنورها بنورك وألهمني رشدي اللهم إني استودعتك نفسي فقني شرها ولا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك اللهم إني استودعتك صحتي وعافيتي فاحفظها لي حتى ألقاك اللهم إني استودعتك قلبي فانزع عنه كل خوف إلا الخوف منك واجعله وعاء لحبك وعلمك واكسه من خشيتك وخوفك اللهم إني استودعتك خاتمتي فأحسنها اللهم إني استودعتك لا إله إلا الله فلقني إياها واجعلها آخر ما ينطق به لساني عند الموت اللهم إني استودعتك قبري فاجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار وأنسني في وحشتي اللهم إني استودعتك محشري فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إني استودعتك ميزاني فثقله بما شئت اللهم إني استودعتك كتابي فيمنه اللهم إني استودعتك حسابي فيسره اللهم إني استودعتك وجهي فبيضه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم إني استودعتك نفسي عند عبور الصراط فاملأه بالنور التام واجعل عبوري عليه كالبرق وثبت قدمي عليه يوم تزل الأقدام اللهم اجعلني ممن يوردونه ولا يسمعون حسيس جهنم واحفظني اللهم إني استودعتك مدخلي للجنة فاجعله بجودك وفضلك وكرمك ورحمتك لا بعملي اللهم إني استودعتك مقعدي في الجنة فاجعله مقعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك الأعلى اللهم إني استودعتك المزيد فلا تحرمني أن أكون من أهل المزيد في كل آن وحين إلى أبد الآبدين بما شئت وكيف شئت اللهم إني استودعتك رضوانك فكنفني فيه اللهم إني استودعتك ما بقي لي من العمر فاجعله في رضاك وطاعتك اللهم إني استودعتك يوم هذا فاجعله في طاعتك وأجرني على كل ثانية فيه بما أنت أهل له شاركها لعلها تكون لك صدقة جارية